الزيارة لأنبيها الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم زيارة تفاقدية لمقر أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحق بالأكاديمية قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفاقدية لأكاديمية الشرطة وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحق بكلية الشرطة حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وأعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقات عليهم بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم أخذا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في الصهري على حماية أمن المواطنين وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة للطلاع بانتظام مشددا سيادته على ضرورة أن يكون قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم وتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاكتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف للتحاقي بوزارة الداخلية اشتركوا في القناة